نستمر حول تعالي الأصوات الكرمية لمقاطعة البضائع الإسرائيلية وتعزيزا لذلك نحن على موعد وانطلاق سوق المنتجات الوطنية غدا السبت في مقر البلدية سابقا لدعم المنتج الوطني للحديث أكثر ينضم إلينا منسق سوق المنتجات الوطنية أيمن عرايس يسعد صباحك في برنامج صباح الخير صباح الخير خالد، صباح الخير وفاة، صباح الخير لشعبنا الفلسطيني في الوطن والشداد صباح الخير لأسران البواس صباح الخيرات، يعني بداية أيمن طبيعة هذه الفكرة وكيف تقومون بدعم مبادرة وحملات مقاطعة البضائع الإسرائيلية وترسيخ وتعزيز صمود المنتجات الوطنية الفلسطينية فكرة إقامة سوق للمنتجات الوطنية جاءت استكمالا للنشاطات التي تقوم بها اللجنة الوطنية لمقاطعة البضائع الإسرائيلية التي بدأنا فيها في المدارس، جولتنا على المدارس لنشر ثقافة مقاطعة البضائع الإسرائيلية التي تعتبرها كنهج وليس كهبة جماهرية خلال عدوان هنا أو هناك جاءت فكرة إقامة السوق باعتبارها ونحن على أبواب الشهر الفضيل شهر رمضان الكريم لأنها صناعات غدائية واستهدفنا المستهلك باعتباره هو الشخص الوحيد التي يتغنى بها الشعب وكأنها لا يوجد لها بديل بالفعل هذا السوق هو بديل للمنتجات الإسرائيلية الموجودة في الأسوق طب زاوية الزوايا في هذا السوق هل هي فقط للمنتج الوطني الفلسطيني أم أنها تشمل منتجات أجنبية أخرى كبدائل إن لم يتوفر فلسطينيا؟ اعتمدنا في هذا المعرض على تنظيم منتجات وطنية فلسطينية المعرض يضم أكثر من زاوية زاوية للشركات الفلسطينية المصنعة للمنتجات الغدائية بجميع أنواعها وهناك زاوية للأعمال البيتية النسوية أربية البيوت وأيضا هناك زاوية للزراعة الهضوية نعم الخالية من المواد الكيموية وهي جزء من أعمال اللجنة الوطنية لمقاطعة البدر الإسرائيلية باعتمدنا هذا العنصر الزراعي الأساس نعم طب أيمن هل تم التنصيق مع الشركات المستهدفة والمستقطبة في هذا السوق خاصة ونحن نتحدث عن منتجات فلسطينية لابد أن تكون عالية الجودة كي تحل محل الكثير من المنتجات المستوردة الخارجية وبالإضافة إلى مدى تفاعل هذه الشركات مع فكرة السوق الخالي من المنتجات الإسرائيلية والمعززة المنتج الفلسطيني نعم تم التنسيق مع أغلب الشركات الفلسطينية من أجل في البداية دعم هذا السوق والمشاركة في هذا السوق هناك العديد من الشركات سوف تشارك في هذا السوق وبعض الشركات اعتذرت عن المشاركة لظروف معينة خاصة بها ولكن يتم التنسيق مع وزارة الاقتصاد وحماية المستهلك من أجل الجودة ومن أجل الأسعار ومن أجل المشاركة أيضا في معارض أخرى بخصوص الترتيبات هنا في السحة الكرمية وتحديدا في مقر البلدية القديم من الجهات التي تقف إلى جانب لجنة مقاطعة البضاعة الإسرائيلية؟ في البداية أحب أن أوجه شكر لرئيس بلدية تور كريم لعمال بلدية تور كريم بالجهد التي قاموا بإقامة هذا المعرض وشكر أيضا لقليم حركة فتح ممثلا بالأخ مؤية شعبان بمرسلته وحثه على هذه الشركات للمشاركة بهذه المعرض يعني بلدية تور كريم قامت بتنظيم هذا المعرض بسرعة قياسية ولأن الوقت إحنا برضو دهمنا في تنظيم هذه المعرض لأنه إحنا على بواب الشهر الفضيل والمعرض ارتعينا أنه يكون قبل شهر رمضان طب أيمن أين سيكون مكان هذا المعرض وبالإضافة إلى أين وصلت التحضيرات خاصة وأنت أسلفت سابقا بالحديث أنه الوقت يداهم المؤسسات والأطراف الشريكة في هذا الموضوع ونحن نعلم أنه قد يتصادف وأن يكون أولى أيام شهر رمضان إن شاء الله يوم الخميس القادم حسب الفتاة ولكن يعني المكان أين سيكون البدء متى سيكون وإلى أين وصلتم في التحضيرات مكان المعرض سيكون في الساحة الرئيسية بجانب مبنى البلدية القديمة بوسط البلد البلدية عملت جاهدا ليلة ونهارا من أجل إقامة هذا المعرض وبالفعل يعني المعرض جاهز نحن اليوم بانتظار شركات تقوم بإحضار هذه البطائع مثلا شركة جيبريني بالأمس بدأت بإحضار بعض التلاجات ومستلزمات الديكور للتعضير لهذا المعرض ويعني اليوم سيكون المعرض جاهز على أساس أنه بكرة يوم السابق الساحة 11 صباحا سنكون بافتتاح هذا المعرض إن شاء الله دعوة لكم من الأيام سيستمر هذا المعرض سيستمر هذا المعرض لمدة خمسة أيام وسنستكمل خلال فترة أول أسبوع بشهر رمضان لبعض الأعمال البيتية أيضا سيستمر خلال شهر رمضان أول أسبوع في شهر رمضان وبعدها هناك خطط بديلة لبلدية تلك كرم ممكن أنه مشروع عنه هو نعم رئيس البلدية أو أدن أيمن هل سيقتصر هذا المعرض على عرض منتجات فلسطينية غذائية أم سيكون هناك تنوع في المعروضات نحن نعلم أن سلة بشكل عام سلة الاحتياجات للمواطن الفلسطيني الكرمي متنوعة ما بين احتياجات منزلية إلى احتياجات غذائية متنوعة ومتعددة هل وضعتم وأخذتم بعين الاعتبار أن يكون هذا المعرض متنوع في عروضاته وفي زواياه؟ بالفعل نظرنا لهذا الجانب المعرض هو مقتصر على الصناعات الغذائية يعني لحين هذا الفترة على الصناعات الغذائية وفي المعارض اللاحقة الممكن أن ننظمها نعمل على تنويع المنتجات الفلسطينية ما بينها ألبسة وصناعات ثانية غير المواد الغذائية ولكن في هذا المعرض هو تركيز على المنتج الغذائي الهدف منه هو توفير بديل فلسطيني عن البديل الإسرائيلي وهذا البديل الفلسطيني الذي يتمتع بالجود العالي والكفاءة وممكن أن يكون بديل لهذه البطاعة الإسرائيلية الموجودة في الأسواق لنا يعني بالأمس كانت بالأمس جولة لمتطبعات في اللجنة الوطنية على بعض المحال التجارية وحتهم على مقاطعة البطاعة الإسرائيلية وكان بالترغيب وليس بالترغيب كما يصبره البعض طيب أكيد الشركات أحضرت معها عروض بمعنى أنه هناك عامل جذب في السعر وطبيعة للعروض خصوصا أن السل الغذائي ممكن تتضاعف حتى وفاء في شهر رمضان المبارك نعم سيكون هناك عروض من بعض الشركات تعمل على إقامة عروض وسيكون هناك أيضا معرفين من الشركات على طبيعة المنتج الفلسطيني وجودته وسيكون معرفين من اللجنة الوطنية على أضرار المنتج الإسرائيلي ومزايا المنتج الفلسطيني على المنتج الإسرائيلي يعني إحنا بانتظار غدا في تمام الساعة الحادية عشرة حتى الإعلان وافتتاح هذا السوق والترتيبات تجري على قدم وساق اتباعا لهذا اليوم أيمن عرايس منسق السوق المنتجات الوطنية شكرا لتواجدك معنا في برنامج صباح الخير شكرا لتواجدك